بحث وزير الخارجات والهجرة بدر عبد العاطي هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش التطورات في قطاع غزة والتصعيد الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية وخلال الاتصال اطلع عبد العاطي الأمين العام على محصلة الاتصالات التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة كذلك جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف الحرب بصورة عاجلة ومن جانبه ثمن جوتاريش الجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مؤكدا على دعم المنظمة الأممية الكامل لتلك المساعي هذا وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بمنجبها الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرار والمحتجزين